والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الرسالة عجيبة غريبة لماذا تستميت في الدفاع عن الإمام الصادق وتنزهه عن الكذب والخرافة والدجل هذه الرسالة وردتنا من أخ يشمي نفسه نسمة الصباح ولا أدريه أنه هو ذكر منسى يقول الأستاذ الكبير أحمد الكاتب أحترم فيك ألمك الغزير وموضوعيتك وحيادك في بحوثك حول موضوع الإمام لكن لماذا لا تريد أن تعترف بأن الروايات والعقائد الخرافية التي في كتاب الكافي وغيره هي بالفعل من كلام الإمام الصادق وأنه كان الخرافي والمغالي الأول الذي عمل على شق صفوف المسلمين وزرع الفتنة فيما بينهم فإذا كان بالإمكان تكذيب رواية أو روايتين فأنه لا يمكن تكذيب آلاف الروايات فهذا خلاف المنهج العلمي كما أن علماء الطائفة الذين هم أعلم منك بالحديث قد صححوا هذه الروايات ثم لماذا ترك البخاري الرواية عن جعفر الصادق ألا يعتبر هذا جرحا وطعنا فيه وفي النهاية أطلب منك أن تستح بالحقيقة كما هي وتعترف بأن الباكر والصادق هما أكبر كذابين في التاريخ الإسلامي وقد أجبته بما يلي أستغفر الله ربي وأتوب إلي إني أنزه الإمامين الباكر والصادق عن افتراءات الغلاة وأكاذيبهم وذلك لعدة أمور أكثر من عشر نقاط تدفعني إلى تكذيب كل ما ينقل عن الإمامين الباكر والصادق أولا إعلان الإمام الصادق بأنه بريء من كل حديث ينسب إليه ويخالف القرآن الكريم هذا متفق عليه عند الشيعة جميعا فإذن أي رواية تأتي خلاف القرآن نضرب بها عرض الجدار هكذا هو علمنا اثنين وجود أحاديث الكافي تناقض أحاديث الإدعاء بالإمام الإلهية والناس والتعيي من الله يقول أنا لست إماما مفروض الطاعة من الله وقد تحدثت عن هذا الموضوع ثلاثة عدم جواز الاعتماد على ما ورد في الكافي من أحاديث تنسب إلى الإمامين الباكر والصادق وذلك لأن مؤلف هذا الكتاب قد جمعه في بداية القرن الرابع الهجري ونسب أحاديث إلى الباكر والصادق وبينهما أكثر من 150 عاما ولم يعتمد على كتاب معين للإمام الباكر أو الصادق ما كان كاتبين أفكارهم في كتب مستقلة وإنما على أخبار أحد منقولة بشكل ضعيف إما اعتمادا على وجدان بعض المخطوطات واحد لاقيه لكتاب مثلا مين كاتبة كيف كاتبة متى كاتبة لبعض الرواية أو بالرواية الغلاة هو يروي عن الغلاة أو مقطوع السند ولا يوجد في الكافي أحاديث تنص على مثلا هالطريقة هاي الدقيقة في النكل أخبرني فلان حدثني فلان قال لي مثلا كذا أعلمني لا عن فلان عن فلان كلها طائرة روايات وإنما عن فلان عن فلان وهذا من أضعف طرق الرواية أربعة الكلين جامع الكافي من أوائل مؤسسي الفرقة الاثنى عشرية وهي فرقة واقفية حدثت وتبلورت في الكرن الرابع الهجري وقد روى أحاديث مختلقة حول الاثنى عشرية فلا يصدق في كل ما نسب إلى الأئمة من أهل البيت ولا سيمة الباكر والصادق الوضع كان شغال ديك الأيام وأبرز مثل على ذلك أحاديث الاثنى عشرية وأن النبي سماهم واحد واحد وكذا هذه كلها حاديث مختلقة فمن أناس كذابين أو وضعين أو ينقلون عن كذابين ووضعين كيف يمكن أن نصدق كل هذه الروايات المنسوبة قبل مئة مئتين سنة عن من الباكر والصادق خمسة تصحيح أي عالم رجال من الشيعة لا يدل على صحة الحديث أو توثيق الراوي مئة بالمئة فإن عملية الجرح والتعديل أو التوثيق كما يعبر عنها أيضا تتبع عادة تتبع عادة مزاج وهوى وموقف الرجالي هذا العالم الرجالي وإذا كان هذا من الغلات فإنه يوثق الغلات ويصدق بأحاديثهم ولا يعني أن الشيعة عموما يوثقون ذلك الحديث ذلك كلهم يعبرون عن آراءهم الشخصية فما عدوا موقف يجب أن نلتزم به أو يصدقون برواية معينة كما لا يجب أخذ كلام كلامه هذا الراوي الرجالي يعني أو كلام أي أحد بعد مئات السنين حجة يعتمد عليها مئة بالمئة أنه هاي الأحاديث كلها لو مصادق مئة بالمئة مئة هو قايلها وسأضرب لكم مثلا بالسيد الخوئي التي وفى سنة 1993 الذي يعتبر من أكبر علماء الرجال الشيعة المعاصرين هو أستاذ الحوزة الألمية في النجف فإنه يوثق الراوي المفضل بن عمر في كذابي معجم الرجال زعيم هذا المفضل بن عمر زعيم الفرقة المفضلية أو المفوضة والذي لعنه الإمام الصادق وتبرأ منه وذلك لأنه كان عضواً في الفرقة الخطابية التي كانت تجعم أن الإمام الصادق هو الله ثم انشكل مفضل عن تلك الفرقة وأسس فرقة خاصة به تسمى المفوضة وتجعم بأن الله قد فوض للأئمة خلق الكون والرزق والحياة والموت ونسب للصادق حديثاً يقول نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم هذا بيين الكذب هذا الحديث يعني شكراً معناته لما مصادق يقول نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم هي مسائل كيفكم بأهواءكم ولا أن ألم ويقيم القرآن الكريم ورغم كل هذا الغلو والانحراف عن الإسلام فإن الخوئي يوثق المفضل من عمر ويؤمن بمقولاته المغالية لأن الخوئي كان نفسه مغالياً ومفوضاً وقد أنا رأيته في موقع اسمه معهد الخوئي كلاماً عن أن هو يعتقد أن الأئمة مثل ما الأفكار الشائعة المغالية يرزقون ويحيون ويميتون وكذا وهذا مع الأسف منتشر بين يعني ما أقول كثير بين بعض ألما الشيعة المعاصرين حتى ولكن عامة الناس وربما كثيراً من الطلبة لا يعرفون حقيقته المغالية ويحسبونه على الشيعة المعتدلين وقد نشر أبنائه وأحفاده آراءه المغالية في موقع خاص به باسم معهد الخوئي وهذا ما يدفعنا للتشكيك بكل تصحيحات وتوثيقات ما يسمى بألماء الرجال الشيعة عبر التاريخ الذين قد يكونون من الغلات أو المشتبهين إلى مم غلات مشتبهين ستة وجود أحاديث كثيرة عن الإمام الصادق يتبرأ فيها من الغلات والكذابين المندسين في صفوف تلامذته وتلامذة أبيه الباكر كالمغيرة ابن سعيد الذي كان يأخذ دفاتر زملائه يروون يكتبون عنه للإمام ويدش فيها أحاديث مزورة يستعين منهم وهو يكتب أحاديث أخرى على لسان إمام الصادق مما يدفعنا للشك بكل ما ينسب إليه معه للصادق والباكر ويمكن أن نفسر ترك البخاري للأحاديث المروية عن الصادق بأنه كان يشك بصحتها يعني هذا الطريق اللي واصل ومئة سنة فاصلة بيناتهم وليس بضرورة كان يشك بنزاهة الإمام الصادق سبعة مع وجود هذا الشكل كبير بصحة نسبة كل ما في الكافي وكتب الغلات للأئمة من أهل البيت فإننا لا نستطيع أن نقسم بالله على صدورها من الباكر والصادق وعلينا أن نتوقف على الأقل في التصديق بتلك الأحاديث والروايات المنسوبة لهما ولا يمكننا تشكيل محكمة بعد 1300 سنة لنحاكم الإمامين الباكر والصادق ونحكم عليهم بالكذب والتضليل وتفريق صفوف المسلمين ثمانية وما يهمنا هو نكد نظرية الإمام الإلهية المنسوبة إليهما وبيان كذبها وتهافتها ووصولها إلى الطريق المسدود وانقراضها هذا اللي يهمنا يعني مثل ما يقول المثل ما يهمنا نقتل الناطور بقدم ما يهمنا أخذ الأنب تسعة وأما توجيه التهمة للإمامين الباكر والصادق حتى بناء على فرضية تبنيهما لنظرية الإمامة فأنه لن يجدي نفعا ولن يحل مشكلة بل ربما سيزيد من تمسك الجهلة والمتعصبين والأخبارين بنظرية الإمامة باعتبارها صادرة من أئمة أهل البيت المعصومين ونحن نجي نعترف أيضا بهذا الشيء فهذا ما يكرس التخلف والانحراف أيضا عشرة إننا نريد العودة إلى القرآن الكريم والعقل والألم ونخوض اليوم معركة مع الأخباريين مثل أمثال الشيخ أبل حليم الغزي الذي يصدق بكل ما ورد في الكافي وغيره دون بحث أو تحقيق ويغالي في أئمة أهل البيت ولا يقبل بأي نقد لأي خبر من الأخبار فكيف نأتي ونقول له إن كل ما ورد في الكافي صحيح مئة بالمئة وإن الإمامين الباكر والصادق هما المؤسسان لنظرية الإمامة فكيف نستطيع بعد ذلك أن نقوم بالإصلاح في الطائفة الشيعية ونصل إلى طريق صحيح ونعلق أحد الأخوة مشكورا وهو الأخ ناظم أبو فارس إضافة إلى ما ذكرت قال الشيخ أحمد الكاتب المحترم أحسنت في إجابة السائل وتضاف أمور أخرى أولا ورد توثيق كل من الباكر والصادق في كتب الرجال بأعلى درجات التوثيق أعتقد يقصد عند السنة يعني بأعلى درجات التوثيق فلا مجال للطعن فيهما ثانيا لم يذكر البخاري رواية عن الصادق ولكن روا مسلم عنه أهم أحاديث الإسلام في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن البخاري روا عن الباكر ثالثا عدم رواية الباكر عن شخص لا يعني تطعيفه بل قد لا يروي عنه لموانع أخرى رابعا لا نسلم أن الباكر والصادق هما مصدر عقائد الغلوب عند الإمامية لأن مذهب الإمامية أسسه رجال بمعزن عن الإمامين ولكنهم نسبوا هذه العقائد إليهم ليكتسبوا شرعية بعقيدة الإمامية خامسا أن عقيدة الإمامية تطورت وتكاملت عبر الزمن ولكنها أخذت شكلها النهائي في زمن الصادق وما بعده على يد شخصيات مثل الحسن بن محبوب وعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي وأبيه ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين والحسن ويجيب مسموعة من الروات والذين كانوا يدعون الصحبة للإمام ويقول آخ أخيرا سادسا لا ندعي أو لا نسلم بأسمة الصادق والباكر من الذنوب ولكن لا نسلم بصحة جميع فتواهم كما يعتقدوا الإمامية وفقهما كان يعكس الفقه السائد في عصرهما لمن تفكر وتدبر وشكرا هذه النقطة الأخيرة فعلا يعني هما كانوا الرجال يعني عاديين لم يكونوا أنبياء ولا أنصاف أنبياء ولا ثلاثة أربع أنبياء ولا معصومين ولا شيء من القبيب فمع يعني احتمال الخطأ عليهم لا يمكن أن نثبت عليهم هذا الخطأ أو نتهمهم لا سمح الله بالكذب أو الدجل أو الأقاعد الخرافية أو مثلا تفريق صفوف المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته